للشياء البسيطة يعني اللي هي بتخص الإنسان حتى في حياته في بيته وإيجار بيته وحق المؤجر وحق المستأجر يعني هي اللي جارات نقصات يعني يعني فعلا جات حاجات تانية كثيرة جدا موفقا لأنه الجايحة وجات فجأة وكذا وستاذة بوسين احنا طبعا الحاجة اللي عارفينه أنه قوانية العمل كلها بتلزم طبعا المؤسسات أو غيرها فينه ساعات العمل بالنسبة للإنسان أو الفرد 8 ساعات أحيانا بيكون في تمتد لعشر أو لاثناشر ساعة دون حساب أجر إضافي وطبعا ده كيد بأرق الموظف أو العامل صحيح صحيح هو الأصل أنه حدد نظام العمل 8 ساعات أو 48 ساعة خلال الأسبوع في استثل الحاجة في شهر رمضان خفض ساعة العمل لسة ساعات أو 36 ساعة في الأسبوع ما زاد عن الساعات دي بيعتبر أجر إضافي وعنده حسبة لحالة بيكون أي ساعة إضافية بأجر ساعة زي ساعة ونصف لكن الحاجة اللي معرفة أنه أغلب الناس أنه الأجر الإضافي هذا لو ما كان مكتوب من المؤسسة ما بيعتبر به ولو مشيت المحكمة في أي نزاع وطالبت بأجر إضافي عن ساعات زايدة عن ساعات العمل الرسمية ممكن ما يحكم لك فيه بالإصاف ممكن ما يحكم لك فيه إلا إذا كان التكليف تم كتابة يعني ممكن يكون اتفاقي حتى الاتفاق الممكن شفاهي ولا برضو لا ما يعتمد سرط كتابة